اهلا بكم مجددا تشهد مناطق سيطارة ميليشيا أساد الطائفية تزايدا في حالات الفلتان الأمني منذ مدة طويلة وجديد تلك الحالات مقتل ثلاثة أشخاص خلال يوم واحد في مدينة اللذقية في حين تم قتل وخطف أشخاص آخرين في مناطق تلك الميليشيات في ريف مدينة الطبقة للحديث أكثر ينضم إلينا صحفي كاظم البرجس معنا من داخل الستوديو كما ينضم إلينا المحرر في شبكة فورات بوست سهايب جابر معنا من غازي انتاب مساء الخير وأهلا بكم أهلا فيك كاظم أهلا فيك أستاذة سهايب طيف دائم على برنامج هنا سوريا الجديد اليوم في موضوع الفلتان الأمني أننا نتحدث عن الطبقة وكما نعلم أن الطبقة فيها حالة من المحاصصة بين ميليشيات أساد وميليشيات قصد في تلك المنطقة عمليات قتل خطف سطو وسلب وطلب للفدية هذه المعلومات تتوفر لديك بشكل أكبر أستاذ سهايب خصوصا في مدينة الطبقة نعم بداية أن أحييكم أستاذ أحلام وضيفكم الكريم أستاذ كاظم والسادة مشاهدي أورينت طبعا هذه الحالات منتشرة كنتيجة طبيعية نستطيع أن نقول لتواجد ميليشيات متعددة الانتماءات متعددة الجنسيات وجميعها طبعا ميليشيات طائفية الآن هناك في ديرزور التي يقول نظام الأسد أنه سيطر عليها أو المنطقة الشرقية بشكل كامل متواجدة العديد من الميليشيات بعضها طبعا لا يدار حتى من قبل نظام الأسد وهو أيضا محلي ميليشيات محلية مثل الباقر التي يديرها نواف البشير أو أنشأها نواف البشير بدعم إيراني بحث طبعا هناك ميليشيات دفاع الوطني التي اشتبكت منذ أيام تحديدا مع الحرس الثوري الإيراني وهو ميليشيات أخرى أيضا متواجدة في المنطقة الحشد الشعبي طبعا بالنسبة لهذه النقطة تحديدا اشترطت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أن عندما تخرجهم أو إن أخرجتهم أن يذهبوا إلى نقاط بعيدة عن مناطق نفوذهم طبعا صحيح ولكن أستاذ الصهيب اسمح لي للمقاطعة يعني عندما تشتبك ميليشيا مع ميليشيا هذا شأنهم بصريح العبارة ولكن عندما تتآمر هذه الميليشيات على المدنيين البسيطين المتواجدين في تلك المناطق يعني هناك هي المشكلة الحقيقية لأن هذا المدني البسيط في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المتعددة الجنسيات ليس لديه من مكان ليشتكي إليه وينصفه بالطبع أستاذ أحلام طبعا هنا كنت أتحدث فقط عن الجزئية الأولى التي تتسبب طبعا بهذا الواقع الذي يعيشه أهالي المنطقة بشكل عام المناطق التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها نظام الأسد عندما نتحدث عن هذه الميليشيات المتعددة والتي ليس لها ولا أساسا بالتالي هناك طبعا نتيجة أمامنا وهي أن غياب أمن المواطن أو أمن المدني الذي يعيش في هذه المناطق هو أمر بديهي الآن هناك حالات خطف كما أردتم خلال التقرير منذ قليل وكما وصلتنا معلومات أيضا وثقناها سطو مسلح في حي الجورة منذ يومين تحديدا كان هناك سطو على أحد المحلات التجارية في حي الجورة خرج أحد المدنيين أثناء عملية سطو فقتل مباشرة من هذه الميليشيات أيضا في ريف الرقة مناطق محيط الطبقة ومناطق أيضا يسيطر عليها نظام الأسد أيضا حالات الخطف والابتزاز مستمرة الواقع الأمني المتردد الآن سببه هو تعدد الميليشيات سببه هو تصدير النظام لأيضا نقطة أخرى وهي تصدير مقاتلي داعش وتسربهم خلال الفترة الماضية إلى مناطق متعددة الشمال السوري ومناطق المنطقة الوسطى ومناطق أخرى جميع هذه المعطيات التي تنعكس على حياة المدني في هذه المناطق الذي يعاني أساسا حتى من غياب الخدمات بشكل كامل تجعل من هذه المنطقة لا تطاق بالنسبة لأي مدني طبعا هذه المنطقة هي ليست وحدة بموضوع الفلتان الأمني أستاذ صهيب أيضا في اللاذقية سأنتقل في هذا الموضوع لكاظم كاظم يعني جرائم قتل خلال 24 ساعة تسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هي جرائم جنائية سابقا كنا قد شهدنا حالات عديدة تعبر عن الفلتان الأمني داخل منطقة تعتبر مربع أمني للنظام هل ترى أن هذا الفلتان الأمني هو ممنهج ومدروس أم أنه حالة خارج السيطرة تحية لك والسادة المشاهدين والزميل صهيب قبل اللاذقية أي منطقة يدخلها النظام يقول الأمن والأمان أعدنا الأمن والأمان لها دعينا باقي المناطق اللاذقية التي تعد مسقط رأس النظام تسيطر عليها ميليشيات تابعة للنظام والحالة في السيطرة تختلف عن باقي مناطق النظام إن في حلب أو في دمشق هذه الحالات أصبحت أمر شبه يومي في اللاذقية إن في خطف الفتيات أو اعتقال مدنيين أو من أجل المقابل المادي للفترة الماضية انتشر خبر في اللاذقية أن جثة عثر عليها مقطوعة الرأس أنا برأيي لو أن هناك رادع أمني وقانوني يردع أصحاب السلاح لما قاموا بمثل هذه الأمور إذن هناك عدم خوف من جهة قضائية أو جهة أمنية غياب الرادع هو ليس بجديد غياب الرادع هو من الممكن أن يقال أنه حالة يرعاها نظام غياب الرادع الخانوني تماما ولماذا يرعاها نظام؟ النظام يريد فقط أن يجعل اللاذقية أنه يخوفها دائما وأن هناك شيء يتربص بالمحافظة لكي الناس إذا هناك استقرت أمورهم لا يوجد لديهم ما يخوفهم فالنظام يريد أن يبقي المحافظة وبالتالي تحديدا مدينة اللاذقية في حالة عدم استقرار لكي دائما يستفزهم ويثير حالة عدم الاستقرار هناك عائلات وميليشيات متنفذة في اللاذقية غير عائلة الأسد أنت ترى أن حالة عدم الاستقرار والفلتان الأملي حالة متعمدة وممهنجة أستاذ صهيب اليوم في ظل تعدد الميليشيات في منطقة الطبقة في حلب في اللاذقية في مناطق أخرى هل هناك من جهال المواطن ليلجأ إليها في حال صابوا أي ضرر في ظل الخطف والقتل والسرقة والجرائم الجنائية التي ترعاها هذه الميليشيات أستاذ أحلام الإجابة هي لا للأسف ليس هناك أي جهة يلتج إليها المدني الذي يريد أن يعيش بأمان في أي منطقة بمعزل عن هذه الميليشيات المتواجدة لا يطاق الوضع في هذه المناطق سأكمل ما انتهى به زميلي أستاذ كاظم في موضوع العائلات الآن في اللاذقية اللاذقية تشهد طبعا مافيات متواجدة أيضا هي سبب من حالة الفلتان الأمني في حلب هناك عائلة البر المعروفة طبعا التي أيضا هي تمارس التشبيح على أهل المنطقة في ديرزور هناك الميليشيات الطائفية المتعددة والميليشيات الطائفية المحلية إذا قرر النظام أن يضبط هذه المناطق ويضبط هذا الفلتان الأمني هل هو قادر بنعم أو لا مستحيل مستحيل طيب دعونا نشاهد معان نتاج الاستطلاع مستحيل أنه بكل معطيات هناك جيوش متواجدة وهو الخامس فيها نشاهد معان نتاج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أوريان سؤال اليوم كان برأيك ما هي أسباب حالة الفلتان الأمني الواسع في مناطق النظام 30% بيشوفوا أنه أسباب متعمدة من قبل نظام الأسد بينما 70% يروا بأنه النظام اليوم لا يستطيع ضبط الأمن في هذه المناطق أشكر ضيفي كاظم برجس الصحفي وأيضا الصحفي صهيب جابر المحرر في شبكة فوراك بوس كان معنا من غازي عنتاب شكرا لكم شكرا لكم